فيديو النهاردة من مزرعة ابو عيد العليوي من مزارع الوفرة في الكويت تواصلت مع الاخ ابو عيد على واتساب كنت عايز منه حمام تاكسن وطلبت منه تصوير الحمام وكنت عايز اعرف الاسعار وازاي طريقة الشحن للمصر اي الراجل ما اتأخرش وبعت لي عدة فيديوهات عدة مقاطر قصيرة طبعا انا بجمعهم دلوقتي اللي حضرتك هتشوفهم دلوقتي دول طبعا ده الحمام التاكسن اللي انا كنت بسأله عليه اللي هو في بداية الفيديو ده وطبعا وزان لي الزغليل اللي هي حمام الوزان ووزان لي الزغليل لابناء الحمام اللاحم البيور اللي هو بختم الشركة الفرنسية وسألته قال ان هو مش بيبيع الحمام اللي هو بختم الشركة الفرنسية لكن اتكلمنا في كل حاجة وتكلمنا في طريقة الشحن دلوقتي هعرفك ازاي في الفيديو ده تجيب الحمام من الكويت بنفسك من الاخ محمد العليوي او ابو عيد العليوي زي ما هو بيسمي نفسه في مزارع الوفرة في الكويت سألته عن اللحم المطور انا اعرف ان هو اللي بيهجن اللحم او بيطوره يعني زم هما بيقولهم قال ان وزن الزغلي لعمر 24 يوم من 900 جرام الى 1150 جرام قلت له لو جالك مصريين عايزين يشتروا حمام قلت له عايز تخفضات للمصريين الراجل متأخرش قال اللي هما عايزينه قال اللي عايز حاجة يكلمني ابشر اللي هو عايزه يعني مفيش مانع ان هو يعمل تخفضات قلت له انا هقول انك هتعمل تخفضات للمصريين مثلا سعر جوز لحم بختم الشركة الفرنسية كامية رد برسالة صوتية يعني قال انه مش بيبيع الحمام اللي بختم الشركة الفرنسية وانه بيبيع من زغليله قال سعر زغليل اللحم المطور ببيعه بخمسين دينار وستين دينار وهبيعه لأهل مصر ومخاصة لمشتركين القناة تلاتين دينار بس لأهل مصر بس والتاكسين بيبيعه بستين وسبعين دينار الزغلولين او الجوز الشغال هيبيعه بعشرين دينار بس لأهل مصر ومشتركين القناة ده لأهل مصر بس ومشتركين القناة فقط وقال اللاحم الفرنسي الطيجر الزغلولين بعشر دينار فقط برضو لأهل مصر فقط واكد علي مرة تانية انه مش بيبيع الحمام اللي بختم الشركة الفرنسية الحمام بختم الشركة الفرنسية ليس للبيع لكن بيبيع زغليلهم بتلاتين دينار ويؤكد ان ده سعر خاص للمصريين فقط والمشتركي القناة خاصة وقال انك لو هتشتري منه الحمام ده في الكويت هيبالك بسعر اعلى من كده سألته عندك طريقة لشحن الحمام لمصر قال ان صاحبه وعنده شركة لشحن الحمام بازن كده اتحلت المشكلة الشحن لكن تكاليف الشحن عالي يا جماعة هو ساب لرسالة صوتية قال ان الطائر الواحد او الحمامة الواحدة يعني بتتكلف شحن من 700 الى 750 جنيه مصري استأذنت منه ان هنحط رقم موبايله اللي عايز حاجة يكلمه واتس ويتواصل معاه يتفق معه على سير الحمام اللي هو عايزه يحول له الفلوس وهو هيتكفل بكل شيء بما فيها شحن الحمام لمصر سألته عن مواعيد الشحن المصر بتفتح امتى لان هي لها مواعيد معينة في السنة قال انها تفتح في نهاية شهر خمسة يعني قربت جدا جدا اللي عايز حاجة يلحق يتصل بالاخ ابو عيد يتفق معاه على الشحن امتى وسير الحمام كام وربنا يوفقكم انا عايزكم تملوم مصر بالحمام اللاحم الاوزان التقيلة الموجودة في الكويت سألته مرة تانية عن سير الحمام قلت له يعني الجوز الاحمر فابيض سيره كام دينار قال لكم اهل مصر 20 دينار شغال و10 دينار الزغلولين بدون ختم واكد لي ان الحمام اللي بختم الشركة ليس للبيع سألته عن حمام الوزان ليه تسمى حمام الوزان قال ان فيه شخص اللي هو اول واحد جاب الحمام الوزان ده استورده اه اتسمى باسمه اتسمى حمام الوزان يعني هو شخص من عائلة الوزان سألته ايه الوان حمام الوزان قال لي كل الالوان الحمام الوزان جميع الالوان اكدت عليه ان انا هقول انك هتعمل خصومات للمصريين خاصة مشتركين القناة قال لي خذ راحتك هنا رقم موبايله للاتصال 0096599466134 لو انت وصلت معنا للجزء ده من الفيديو بقى لازم تعمل لايك وتشترك في القناة يبقى عجبك الفيديو ولازم تشترك في القناة اللي انا شفته هنا في الحمام ان مش لازم لون الحمامة جماعة زي ما احنا متمسكين المهم هنا في الحمام اللحم وزن الحمامة حجم الحمامة صحة الحمامة اما حكاية الحمام اللي هو بختم الشركة الفرنسية اللي الناس كلها لما شافت الحمام بختم الشركة الفرنسية اللي عند الاستاذ احمد بركات واللي شافوه عند الاخ حسين من الكويت الناس كلها عايزة الحمام بختم الشركة شفت بان شاء الله وزن الزغلول وزن الزغلول كيلو ده اللي بيهمهم هناك مش مهم اللون ده اللي بتقال عليها الطايجر سعره رخيص أرخص حاجة في الحمام لكن وزنه تقيل جدا زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده لكن الحمام اللي بختم الشركة غالي جدا يا جماعة احنا مش هنقدر على تمنه شوف هنا وزن الزغلول وشوف حجم الزغليل قد ايه بسم الله مشاء الله الزغلول ما تقدرش تمسكه بيد واحدة الزغلول عايز يتنسك بالقتين مشاء الله هنا مش مهم اللون هنا فيه زغلول أبيض فيه زغلول أبيض وسود الالوان ما بتهمهمش وده اللي هشوف بسم الله ما شاء الله الزغلول في ايد الراجل عامل ازاي ده اللي الشركة الفرنسية بتعمله يا جماعة ان هي بتطلع سلالة بحجم كبير سلالة للأكل للدبيح فعايز يطلع اكبر حجم عايز يخلي الزغلول قد الفرخة هو ده اللي الشركة الفرنسية بتسعله اما احنا هنا في مصر بندور على المواصفات الشكلية ان يكون لونه ابيض لو فيه ريشة او فيه غبارة بسيطة خالص يقول لك لا ده مش لحم بيور يا جماعة المهم في اللاحم الحجم ده اللي انا عرفته من الجماعة كويتين شوف بسم الله ما شاء الله يزغلول في ايد الراجل ما شاء الله ده هو ده الزغليل هي ده الحاجة اللي تفرح اما ان انت تقول لي فيها ريشة سودة فيها اهو شايفين زي ما حضرته شايفين ابيض في سود يبقى هنا المهم هو الحجم الحجم والوزن ده اللي يهمهم زي ما حضرتك شايف اهو ده زغلول اللي هو بيقولها ليه الطيجر معد الكيلو بسم الله ما شاء الله وقبل كده موريني زغليل اه وزنها كان زغلول كيلو مية وخمسين جرام الف مية وخمسين جرام ما تنسانيش بقى يا اخها بعيد انا عايز من الجوز من الحمام التاكسن اللي انا شايفه ده على قد فلوسي يعني وجوز من اللي هو اللاحم اللي هو الابيض في الاحمر اه عايز حاجة محترمة احجام كويسة اه هحول لك فلوس الحمام اه وفلوس الشحن على حسب من اتفق يعني او حسب على الشحن هنا في مصر على حسب الاتفاق اللي هنقول عليه اه واشكرك جدا على المقاطع اللي بعتها لي اه وارجو انها تعجب المشاهدين بكده اكون خلصت فيديو النهاردة لو اجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة